مرحب بكم مرة تانية وفضل أيام على انتهاء شقر رمضان المبارك اللي طبعا كان فيه عزومات كتيرة ولخبطة في النظام الغذائي وكمان أيضا ندخلين على العيد في الكحكو البيتيفور فكل ده مشاكل كتير جدا بالنسبة لناس كتير أكيد في ناس بيبقى عندها مشكلة في الوزن ازاي هتعامل معاها ازاي هنعمل ايه هنخسر الوزن ده ازاي بدون مشكلات صحية ده الكلام اللي هنعرفه من خلال الدكتور رامي صلاح أخصائي التغذية العلاجية والسمنة صباح الخير الدكتور صباح الفل قولنا نعمل ايه بشكل سريع يعني احنا بنسمع نصائح كتير كده في القصة دي ولكن النصائح المسلى لشعب ومصر اللي فعلا يعني ربما دي تكون بالنسبة له حاجة مشكلة كبيرة جدا بعد رشال خلينا بس اول نبقى متفقين اكبر مشكلة ممكن تقابلني في اول يوم العيد الفطار او اول وجبة ممكن جسمك يستقبلها وهو متعود انه يبقى صايم او ما فيش اكل في التوقيت ده هنا بتبقى المشكلة وللأسف الناس بقى بتبدأ تتفنن في موضوع الفطار ده بيبدأ بقى يفتري ينزل يصلي بيرجع بقى خلاص جعان بقى ما خدش وجبة السحور فبيجي بقى الوجبة على الساعة 10 الصبح بيأكل كميات كبيرة جدا من الاكل ده لو ما كانش فيه كحك وبسكوت والحاجات دي كلها لا فيه ناس بتفتر بقى فول وطعمية مش عايز اصدمك وقالك ان الناس دي هتاكل ساعة واحدة الدهر كده يا رنجة وفسيخ يعني مش عايز اصدمك لا انا واصلاني الصدمة نيقو الجاهز دي انا بقى احنا مقسفين منك اصلا خلينا بس الاقول نقول دايما الوجبة دي بعيدا تماما عن فكرة زيادة الوزن للأسف الناس ممكن تقابل مشكلة السوق الهضم والتلبك المعاوي وان الجهاز الهضمي ما يبقاش مستوعب الوجبة دي في التوقيت ده فده بيخليك بقى بيحطك تحت رحمة المشكلة دي يوم او اتنين لغاية لما يبدأ يبقى ليها حل صح فاحنا بس خلينا الاول مش عايزين نعقد الناس في النوع هتاكل رنجة وهناكل كحك وبسكوت وهناكل كل حاجة بس لازم الاول تعرف جسمك محتاج ايه اول حاجة تخشله في التوقيت ده عشان تقدر تحميه مية؟ خلينا نقول ده ككسر السيام يعني انت ممكن تكسر سيام ابدأ بمية كتير يعني لا مش كتير طبعا كسر السيام بسيط وبتاخد جزء بسيط من وجبة السحور اللي انت كنت متعود عليها كن بيت الزبادي معاها شوية الفول النصر غيف اللي انت كنت متعود دايما انك تاخده او احنا على مدار شهر رمضان كنا بننصح الناس في وجبة السحور او احنا بنقسم الناس نوعين الناس دلوقتي طبعا في اجازة فانت ما فيش هتنزل تشتغل او مش هتنزل تمارس اي نوع من انوع النشاطات فانت مش محتاج كمية الاكل الكبيرة اللي تبدأ تخش المعدة ما تخضش معدتك في اول يوم العيد الصبح لان ده هيخليك تحت رحمة المشاكل الصحية اللي ممكن تقع عليها فهنبتدي بوجبة بسيطة تماما كوباية الزبادي مع النصر غيف مع شوية الفول اللي انت متعود عليهم او البضاية المسلوقة طبق الصلطة الجبنة القريش الجبنة الملحة الخفيف حاجات اللطيفة دي اللي هي انت بتدي جرس انزل للمعدة انت هتشتغليه في توقيت انت بقالك 30 يوم مش متعودة ان انت تشتغلي فيه فده بيبدأ يحصل تدارك للوضع ويبدأ الجسم يستوعب ان فيه اكشن وفيه دم المفروض يروح للمعدة والجهاز الهضمي عشان تتم عملية الهضم بصورة مثلة احنا بقى للأسف بنيجي بنتفنن في الازمات بعيدا تماما زي ما قلت لك عن فكرة زيادة الوزن لأ انت بتبدأ بقى تاكل كميات كبيرة جدا من الأكل نيجي على الظهر احنا خلاص بقىنا شهر كامل عاملين ناكل بروتين ولحمة وفراخ فنازم نخرج عن النص فطبعا الفسيخ ورينجا اول حاجة ممكن تيجي في المخ انك تخرج بيها عن النص مؤجلات شام النسي ايه عارف المباراة المؤجلة هو الحظ ان نجي شام النسي في رمضان فبدأت فعلا الناس بتأجل فالناس بتجهز الموضوع ده فانت عمال بتحارب جهازك الهضمي بصورة غير مباشرة وانت في غنى تماما عن المشكلة دي طيب عايزة اسألك سؤال يلا بنا امتى اقول ان الزيادة اللي انا زيتها في رمضان على الفكرة فيه ناس بتخس في رمضان بس خلينا نتكلم على النموذج التاني لا ناس اللي بتزيد امتى قدر اقول ان انا الزيادة اللي زيتها دي لا دي ده كتير يعني دي كانت زيادة مفروطة بالنسباني كم كيلو خلينا نتكلم الاول هي بتبقى مرتبطة بالنشاطات بطبيعة حياتك هل انت شخص بيمارس نشاطات ولا 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 انت متعود دي طول حياتك كنت بتمارس انظمة غذائية وجد في رمضان بدأت تخرج عن النص هنا اللي بيفرق القصة دي بس خلينا نتكلم لو انت خارج لو انت شخص طبيعي ما بتمارسش اي نوع من انواع النشاطات وما بتمارسش اي حمية من حميات الغذائية فمن خمسة لستة كيلو ده رقم كبير جدا يعني انت تتخض لما تطلع على الميزان بعد تلاتين يوم تلاقي نفسك زي ستة كيلو للأسف الناس بتلاقي نفسها زي ده ستة كيلو ده في اسبوع في خلال شهر الرمضان لان زي ما قلت لك الناس كلها بتتعامل مع المناسك او المناسبة دي كأنها مناسبة اكل فبتبدأ الناس تتفنن في العزومات ودائما كنا في الاول خالص في بداية رمضان بيقول ان رمضان فرصة عظيمة انك تخرج منها كسبان صحتك كسبان مناعتك كسبان وزنك كسبان حاجات كتيرة جدا بس للأسف مع عادتنا تقليدنا في الاكل مع المحشي والبط مع المحشي على فكرة المشكلة مش في المحشي والبط المشكلة في الكمية والتوقيت الناس بتيجي مثلا بيشرب كمية سكريات كتيرة جدا فميبلى بطنه فييجي بعد ساعة جعان فيأكل كميات كبيرة بعشوائية لان هو مش قادر يحدد جسمه محتاج ايه ايه كمية الطاقة اللي هو محتاجها او كمية النشاطات اللي هو بيعملها نفس الفكرة في الصحور الناس بقى لا يتوصل للصحور هو مش عارف هل هو يوم بينتهي يعني بيتسحر ويصلي الفجر وينام ولا بيتسحر ويصلي الفجر وينزل يمارس نشاطاته ويمارس شغله ده بيبقى ليه اكل وده ليه اكل طب احنا اكلمنا في الفترة بتاعة شهر رمضان على النوعية دي من الناس فاللي قدر يطبق النصايح دي كلها هو خرج كسبان صحته ورقم واحد منعته رقم اثنين رقم تلاتة هيخسر الوزن فده طبيعي انه يحصل خلاص عد الشهر وعدت المشاكل اللي فيه وعدت اللي كسب كسب واللي خسر خسر انا دلوقتي الكل اللي يهمني ان انت ما تخشش اول يوم العيد بتعاني من مشاكل في الجهاز الهضمي تلاقي الناس بدأت تتردد على عيادات دكاترة الجهاز الهضمي طبعا مستشفيات الاستقبال وا 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 تلبك معوي من مشاكل ارتجاع لمشاكل في عملية الاخراج وا 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 فده مشاكل كبيرة جدا في فترة العيد اللي انت محتاج انك تستمتع بيها فهنا بقى هنبدأ نحط اللوم على الناس اللي انت بتزورهم ان الزيارات لان احنا متعودين في العيد انك تزيارات فمن الواجب اللي بيحصل انك بتلاقي قدامك التربيزة محدود عليها الكحك والبسكوت والسوداني والترمس وحاجات كتيرة اللي هي بتعبر عن كرم الضيافة فانت لازم تاكل وتخرج من ده تروح تزوري تاني فانت لازم تاكل وهي دي اللي بتبدأ تحط مشكلة لا انت مش محتاج انك تقدم لشخص في توقيت غير مناسب انك تقدم له اي نوع من انواع البسكوت او البتفور او الكحك لان ده مش توقيت مناسب للأكل حاجة بسيطة جدا ممكن ترحب به فده هيحميه وهيحميك انت نفسك برضو لان انت هتبقى مضطر انك تاكل معاه هي السلوكيات دي اللي بتحط الناس تحت ضغط جديد في العيد نعمل ايه يعني اديني خطة مناسبة لكل المصريين يعملوا ايه انه هو ببساطة شديدة يعني ما هي افضل المشروبات لفقد الوزن ايه هي افضل الحاجات المصائح العامة الجميلة اللي بنسمعها من الحضرات عامة ولا للعيد عشان عامة دي الناس سمعت كتير اول لا العيد الاول بخلينا نقول للعيد انت بعد ازان الفجر هتكسر صيامك بكباية مية تنزل تصلي العيد وترجع تفتر فطارك جزء بسيط من اللي انت كنت متعود عليه تاخده في السحور زي ما احنا قلنا في بداية الحلقة مهم انك تاخد النوع ده من الاكل بعد كده انت هتاخد وجبة الغداء بعد مسافة مش اقل من خمس لست ساعات عشان تبدأ تدي تنبيه للجهاز الهضمي ان هو ده هيبقى التوقيت المثالي لوجبة الغداء بعد كده تمام هيبقى يعني نحاول بقدر الامكان في اول يوم اللي هيدي يبقى قريب شوية من المغرب يعني عشان برض الساعة البيولوجية اللي الجسم متعود عليها كل اللي انت عايزه قسم طبقك نصين نص خلي فيه خضار نص نص التاني خلي فيه ربع فيه نشويات ربع فيه البروتين نشويات زي الرز والمكارونا زي المحشي والربع فيه البروتين زي الرنجة والحاجات دي كلها مش هنمنع الناس وان كان فيها بروتين فعلا انت لما تجي تحط القيمة الغذائية وصاد الضرر فلما تلاقي كافة الضرر بدأت تطب فانت لازم تمنع الشخص لكن للأسف الناس المصريين بتلجأ للموضوع ده مهما كانت مهما حذرناها فانت حاولوا بقدر الامكان ما يبقاش كمية كبيرة عشان ما تعملش صدمة لجسمك عشان ما تحطش مشاكل على القلب لان السوديوم الكتير بيحبس المياه في الجسم بيحبس المياه وبيجبر القلب انه يشتغل بكفاءة اعلى فبيخليه انت في استرديم مش في الرنجة ولا في الاتين يا دبتور؟ كل الحاجة اللي بتستخدم فيها ملح في اي نوع من انواع طبخها او تجهزها يعني الفسيخ بيتجهز بالملح الرنجة بعد حتى ما بيتم طبخه بتضيف عليه ملح فلما بتستخدم ملح كمية كبيرة في الصوديوم ده بما نتكلم عن المياه في الجسم في ناس تقول علي واتر ريتانشن في بعض الناس بتقول عشان انا رايحة دلوقتي بعد رمضان في ناس هتسافر فعايزين يتخلصوا من وزن سريعا حتى جينا احنا مرة سألنا حضرتك انه زي نتخلص من المياه الزيادة في الجسم زي نعمل ده لكن من غير ما نلجأ ليه الأدوية أو الحقن أو الحاجات زي كلها زي نقدر نعمل ده بشكل طبيعي دايما ارتباط المياه جوه الجسم بحاجة بالصوديوم بعنصر الصوديوم انك تقنن كمية الملح اللي انت بتاخدها او عنصر الصوديوم تمنع تماما اي حاجة معلبات لان ده الصوديوم جزء اساسي منها وتاخد الملح اللي انت متعود عليه ملح الهملايا او الملح البحري فيما يعاد المعلقة المعلقة ونص على مدار اليوم كله فتقنين الصوديوم بيساعدك انك تنظم المياه جوه الجسم رقم اتنين تقليل كمية النشويات اللي معليك بتاخدها يعني لو كنت بتاخد طبق رز فانت خليه نص طبق لو كنت بتاخد طبق مكرونة نص طبق لو بتاكل عيش رغيف على مدار اليوم خليه نص رغيف تقنين النشويات بيخلي الجسم يفقد مياه فده بيساعد على طرد كمية المياه اللي بتبقى محبوسة جوه الجسم دورت اكتر طريقتين طبيعيتين مقارنة بالاضافة لممارسة الرياضة لانك تفقد المياه عن طريق العرق وهو عن طريق النفس فده هيخليك تفقد شوية في الوزن يعني ما تطلع على الميزان بعد اسبوع هتلاقي نفسك خاسس من 3 ل 4 كيلو بالتقنين ده وفي نفس الوقت قدرت تتنظم نسبة المياه بس كمان حب حضرك تقول الاضرار بتاعت الناس اللي بيروح ياخدوا حقا عشان يفقدوا المياه حريك كنت كلمتينة في الموضوع ده ما هو ده بيحط الجسم تحت ضرر كبير جدا لما تجبر الجسم انه يفقد مياه خاصة لو انت عاملها بطريقة عشوية انت مش عارف جسمك فعلا محتاج يعمل مياه يفقد مياه ولا لا لانه ده ممكن يدخلك في جفاف والجفاف ده بيعمل مصايب كبيرة اهمها بيأثر على وزيف المخ مقارنة بالمشاكل التانية الكتير الحد الآمن لاستخدام كحك العيد لو انت متبع حمية ليه علاقة بالسعرات الحرارية فانت هتبقى ماشي بحذر شديد جدا يعني خلال نقول المتوسط بتاعهم كلهم من 180 ل200 سعر حراري القطع الواحدة يعني البسكوتة او الكحك او الكحك بسكر او البتيفور كام يعني بقى بيخلينا يختلف فلو بنتكلم انت ماشي بسعراتك فانت هتقدر تحسب سعراتك على مدار يومك فممكن توصل من 3 ال4 قطع في اليوم كله وما يبقوش كلهم مرة واحدة ولو انت شخص مش متبع حمية غزائية فانت هيكفيك من 2 ل3 وفي نفس الوقت ما يبقوش في نفس التوقيت يعني متجيبش ال2 او 3 قطع دولت وتقعد تاكلهم كلهم وتخلصهم مرة واحدة انت بتكلم في كلامه يعني بالنسبة للأسرة المصرية مستحيل بلأ هي مش مستحيل على فكرة هي مسألة تعود انت كل ما بتعود جسمك على طريقة هو بيعمل كده انا زي قلتلك قزمتنا في ايه ان انت بعد ما بتاكل الصبح في بيتك بتنزل تزور عمك بعد الظهر فبيعمك بيجيب حاجة زي كده فانت بتضطر تاكل واي 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 فده بيحط عليك حمل بيت الشاي بيبقى معها طبق صغير بيبقى فيه مثلا ولو ما خدتش بتبقى مشكلة طبعا بيبقى عيب ان انت يعني بتهني وكده بزرط هي واحدة هتبقى كفاية واحدة الصبح واحدة اخر اليوم انت خدت 3 وحدات اتبسطت وحسيت ان انت اندوك الانرجي بتاعتك بزرط الصبح او بالليل الصبح طبعا ابعد تماما عن فترة النوم هذه الفكرة ادي فرصة لجهزك الهضمي ان هو يهضم واحنا مش هنعبك يعني ليه ان نفترض العك الناس اللي منتظم في رمضان دعي نقول اول يوم لو حد حابب ان هو يكل كحك كل اربعة مثلا خمسة زود شوية الفترة دي ايه الاحسن ان انا الصبح عشان بقيت اليوم ادي فرصة لنفسي ان انا اهضم صح؟ بالزبط ده حي لو انت هتاخد الكمية دي فانت خلي نفسك تبقى موجود الصبح ومارس اي نوع من انواع النشاطات انزل تماشى اركب عجل اعمل اي حاجة من الحاجات دي هتساعدك انك تحرق شوية ومش كمان تحرق انت محت زي ما قلتلك انا خايف على جهازك الهضمي اكتر ما انا خايف على فكرة زيادة الوزن او نقصانه صحي انا متفك معك جدا وخليني نقول يعني لو افترضنا انك اعكيد جدا خلال يعني فعاليات اليوم اللي احنا يعني كلنا بنقضيه في زيارات عائلية عندك اخر اليوم ممكن يبقى فيه كوباية الزبادي شوية شفان مية كتير تقدر من خلالها ان معدتك يعني ايه تهدم كل الكلام ده بتنمن غير اي مشاكل وفي النهاية جسمك هو اللي بيقرر حاجة زي كده اشكر الدكتور رامي صلاح اخ الصائد تغزيل على جاو السامنا نورتنا دكتور وقفتنا واعتقد يعني نصائح مهمة جدا 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 لكل المصريين خلال ايام عيد الفطر المبارك اتمنى كل سنوات تغزيل نشكرك يا دكتور الحسن انت تعبت مننا بس يعني معلش هنوصل النتيجة نشكرك يا دكتور يا رب نشكرك يا دكتور